اشتركوا في القناة دور الجمعيات بالتهدمي للقيام والمعتقدات الدينية التي تحمي المرأة يدعمها في ذلك المال الأوروبي السخي فنحن هنا في هذه الندوة نسلط الضوء على أهم ما تعرض له المرأة المسلمة مؤخرا من حملات لتغريبها ولحملها على تقليد الحياة الغربية والإخراجها من حياة العفة والطهارة التي أرادها الإسلام لها في فلسطين ويقول الحزب بأن نشاطات تلك الجمعيات تستهدف تمييع العلاقات بين الرجل والمرأة ودفع النساء للمطالبة بالمساواة الكاملة وأنها ضغطت على السلطة لتغيير بعض القوانين كي تبيح للمرأة الزواجة بولاية كاملة دون قيد أو شرط تحاول أن تؤثر على المشرع الفلسطيني بأن يشرع قوانين وأنظمة تخالف الإسلام وتخرج المرأة عن حيائها وعفتها بدعوى مساواة المرأة بالرجل وهذه الأنظمة والقوانين تخالف الإسلام بشكل صريح وبين الحزب خلال الندوة التي حضرها العشرات من أعضائه وأنصاره أن المراكز النسوية تحاول تضخيم العوائق التي تتعرض لها المرأة مثل إحصائيات حول عدد التي قتلنا على خلفية الشراف من أجل تحصيل مزيد من الدعم الذي يمر عن عين الجهاد الرقابية دون محاسبة أو متابعة